اختتمت وزارة الأوقاف دورة كبار علماء الهند التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية على مدى عشرة أيام استهدفت الدورة تبادل الثقافة والأفكار بين العلماء المصريين والهنود بالإضافة لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها وفي ختام الدورة تم تكريم الآئمة والوعظات المشاركين في بعثة الحج لهذا العام نظرا لما قدموه من مجهودات خلال البعثة انطلقنا بقوة في مجلات التدريب سواء للأئمة والوعظات من داخل جمهورية مصر العربية أم للأئمة والوعظات واليوم لأساتذة الجامعات من مختلف دول عالم هذا وفد شديد التميز هو من أساتذة الجامعات من كبار العلماء والمفكرين والأئمة بدولة الهند بينهم سبعة عمداء كليات وسمعتم أحدهم وهو يقول أننا سننقل هذه التجارب الوسطية وهذه المناهج وكتب الأوقاف وإصدارات الأوقاف وننشرها بكسافة في بلادنا ونعتمدها في مناهجنا الحقيقة ده شيء نسعد به وده جزء من رسالتنا وده الدور الحقيقي التاريخي لمصر الذي استعدته بقوة في عهد سيادة رقيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله إحنا الثاني مرة بنطلع وعيزات بنرافق البعثة الحجة المصرية الحمد لله كنت سعيدة تلحظ أن أنا كنت في البعثة الرسمية اللي هي حجاج القرعة وحجاج القرعة دول متعة خاصة بقى في العمل لأن دول غالباً بيبقوا الحجة لأول مرة وكان السنة جي كلهم لأول مرة بس أنت بتشتغل بقى مع كل محافظات مصر مع الناس اللي آخر إرش في جبهة بتحج بيه فطبعاً متعة في العمل غير عادية استسلام لفكرة أنه عايز يعمل الحاجة صحة ويعملها بأفضل حاجة فدخل علشان تواعي الناس دي وتعلمهم إزاي يعملوا حجتهم مصبوطة وتعيشهم التجربة الروحية للحج نفسها طبعاً يعني بتبقى متعة تانية خالص وتجربة الحقيقة بنسعد بيها كل سنة إحنا مجموعة من الأئمة المصريين خمسة من الأئمة المصريين شاركنا في الدورة العلمية المتخصصة لكبار علماء الهند بأكاديمية الأوقاف الدولية الدورة دي كانت متميزة بأن مجالتها والمتعددة جداً درسنا جانب من العلوم الشرعية وجانب من العلوم العربية وأيضاً جانب من الثقافة العامة والإعلام وغيرها من المجالات المتخصصة الدورة ركزت على محور الوسطية والتسامح في ديننا وإزاي من الفكرة ديات والثقافة ديات مع زملائنا علماء الهند في بلدهم حقاً وحقيقةً إن هذه الدورة دورة نافعة ومتميزة بكل معنا الكلمة لأننا تلقينا من المشائخ الكبار ومن الأعلماء الأجلال الأجلال العلوم والأفكار التي تنشط الأرواح وتنفر القلوب وتفتح الأبصوار وكذلك لأنهم أخذوا بأيدينا إلى علومهم وإلى أفكارهم التي تجسد السماحة التصامح والبسطية والاعتدال